افرزت الحرب التي يشهدها اليمن انهيارا اقتصاديا واجتماعيا وتدورا متزايدا لمختلف الانشطة المتعلقة بحياة الانسان اليمني الى جانب تدمير الممتلكات العامة والخاصة وتدني مستوى دخل الاسرة وطاقتها الشرائية وتزايد معدلات الفقر اضافة الى تضرر القطاع الخاص بشكل متزايد لم يقتصر الحال على النظام الاقتصادي بالنسبة لبلد يرزح تحت رحمة المساعدات بل شمل جملة من الضغوط الاجتماعية وتزايد حالات النزوح والعنف واللجوء وتفشي الامراض الوبائية صحيح ان اليمن لم يشهد استقرارا لفترات طويلة تمكنه من انجاز تحول تنموي ملحوظ الا ان الواقع الاقتصادي اليمني منذ الانقلاب والاجتياح بلغ مرحلة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الجمهوري الموحد الانهيار الاقتصادي الذي يشهد اليمن يرجع لاسباب كثيرة من بينها الانقلاب على الدولة والعبث بالموارد وضعف مداخل الدولة من العملة الصعبة غير ان لا جهود اقتصادية مبذولة من شأنها عمل ما يمكن عمله لتلاف الانهيار اليمن منذ الانقلاب اصبح متتالية طويلة من العنف كضاحية للصراعات المسلحة والحرب التي توسعت بشكل كبير وانعكس الامر على الاستقرار السياسي والامني ما ادى الى ضعف النظام الاداري والمالي للدولة وتزايد معدلات الفساد وعدم قدرة الدولة على تأسيس نظام اقتصادي حديث ومتنوع كمدخل للتنمية الشاملة والمستدامة لما بعد الحرب بحسب متابعين بات الاقتصاد اليمني بين فكين احدهما في الشمال والاخر في الجنوب ميليشيا الحوثي تنظر الى الاقتصاد من زاوية المجهود الحربي متعمدة نهب القطاع المالي العام والخاص والمختلط ونهب الشركات فيما الامارات هي الاخرى في الجنوب تقف عائقا دون تحصيل الدولة اليمنية لمواردها وتمنع تصدير النفط والغاز وتعمل على تعطيل الموانئ وتحتجز العملة الوطنية المطبوعة كرواتب لموظفي الدولة في عرض البحر ترجمة نانسي قنقر